هذا يؤثر في الناس لا أثر يا فندم أثر أيام اسماعين سلام وقلل المعدة للنمو وأيام الفترة التنويهات الكابتية والإعلام الخاص والإعلام الخاص في الزمن اللي بيشكل ولا أتجاهل الخصائص السكانية سيد مجدي وانا بس منوى الأضايا في المؤتمر العقد كان فيه حديث فيه أضايا مختلفة لكن ربما على رأسها الصحة والتعليم حالك شافحة ممكن ننجح بالفعل في الصحة والتعليم بمعنى أن حق المواطن في العلاج وتطوير مستشفياتنا وكمان الجزء المتعلق بالتعليم يعني أن احنا نتعلم تعليما جيدا ولا هتبقى فيه معوقات كثيرة هو طبعا بداية النجاح تبدأ من تحديد الأولويات أنا الأول مرة النهاردة نشوف مؤتمر الشباب فيه أهداف رئيسية لمحورين رئيسيين التعليم والصحة ودي القراءة الجيدة لمتطلبات المجتمع المصري وللشارع المصري لأن أمّا بدون تعليم أمّا بدون معلم لا أمل فيها فيه شتى المجالات يبقى أنا النهاردة لما وضعت أولوياتي وقلت أن الفترة الجاية هو مش يبقى عام 2019 بس أنا أعتقد أن العشر أعوام المقبلة هم يبقوا محور وهدف الدولة المصرية بناء الإنسان من خلال التعليم ومن خلال الصحة بس ده مهم جدا إحنا قادرين على النجاح لكن مهم جدا أن إحنا نتكلم عن التنمية لأن بدون تنمية حقيقية وبدون إيجاد موارد عشان أصرف عليها أصرف منها على التعليم والصحة لا يمكن أن أتفاعل مع المحورين بالشكل اللي إحنا بنتمنى أن إحنا ننجح فيه بمعنى عايزين نوضح بس للمشاهد البسيط إحنا ليه حالتنا النهاردة في الاقتصاد اللي هي المحور الأساسي وفي التنمية تراجعت بشكل كبير لما نبص إن إحنا لما كان عدد السكان تكلمت عنه المحور بتاع النمو السكان في زيادة السكان يتكلم عن الدكتورة ولسيادتك تفضلت بعرضه إلى أي مدى أسر في قدرتنا على زيادة معدل النمو النهاردة أنا شايف مواردي كمصر لما أنا مواردي محدودة في المية محدودة وفي الأرض الزراعية محدودة وفي الإنتاج محدودة اللي عندي هو من 20-30 من 50 سنة مع العدد اللي كان 30 مليون و40 مليون أنا مفيش نموه في الإنتاج ولا فيه زيادة في الرقعة الزراعية ولا فيه زيادة في الصناعة يعني أنت وافع لأن قضية الزيادة السكانية بتلتهم بكل تأكيد بكل تأكيد بس بيأثر عليها حاجة تاني أنا بدون ما يبقى الصناعة والإنتاج محور أساسي وهدف أساسي للدولة المصرية مش هقدر أوجد الموارد اللي من خلالها أصرف على التعليم وعلى الصحة أنا محتاجي أن العشر سنين معيني كمان فيه حال تاني ممكن يقولك أنه مجتمع صحي ومجتمع متعلم كويس حينتج يعني طبعا أنا عندي بعض المقومات وبعض الثروات اللي موجودة في مصر سواء تعدينية أو زراعية لازم يبقى أنا عندي نظرة وعندي رؤية ليها وتخطيل جيد لأن يعني عايز أقول لحضرتك النهاردة لما إحنا كنا قبل كده في حلقة ما حضرتك وقلتلك إحنا كنا بنصدر لمصر من مصر للعالم كله كنا بنزرع 2 مليون و 630 ألف فدان قطن النهاردة 120 ألف كانت 32 مليون دي بتصرف على حاجات كتيرة من عدد السكان بتاعي كان قليل إنما النهاردة أنا بستورد الفول بتاعي بستورد العدس بستورد الزيت بستورد السكر كل ده أنا ما كنتش بستورده من 30 سنة طب هل أنت مع وسائل تشريعية ومع تدخل فيه أفكار بتقول التوعية واللي بتقوله الدكتورة شادو شوية إعلانات في التليفزيون الرائدات الناس لسه متمسكة بالمفاهيم التلاتي العيال بتيجي عشان ممكن تشارك في أكل العيش يعني قوة إنتاجية العيال بتيجي لأن قوة العائلات بتزيد لما عدد أفرادها بيزيد العزوة تالت حاجة الحلال والحرام فيه طيارات مهيمينة على عقول الناس وتحرم لهم أي تنظيم للناس أولا كان فيه العزل أيام الرسول يعني ده بحد ذاته كان فيه تنظيم أسرة والمؤسسات الدينية رسمية من الأظهر للأفتاء للأوقاف هل أنت مع اتخاذ إجراءات وخطوات ولا هي تظل قضية مجتمعية لا هي قضية مجتمعية لأن اتخاذ تشريع قد يصطدم ببعض المعتقدات أو المورسات الدينية اللي أنت لسه لحد النهاردة مش قادر تواجهها في بعض المجتمعات يعني الدكتورة تكلمت على أن فيه 30% من المجتمع المصري أمي لا يقرؤون ولا يكتبون أنا عايز أقولك أن المحافظة فيها 50% يعني فيه محافظات في الصعيد وصلت حجم الأمية فيها الأميين إلى 50% و48% و45% ده بيؤثر بشكل كبير على طلق المجتمع أو قبول المجتمع لأي تغيير في سلوكياته إحنا محتاجين نستغل عندنا تتصرب من التعليم ولا عزوف عن التعليم أصلا يا فندم ده تعليم التعليم الحالي التعليم الحالي يخرج أمية ثقافية أيوة أدين كل خريج التعليم الفني نحن نقول لازم ونسبة كبيرة من التعليم الأم أنا عندي فندم ناس حصلة على لسانس وبكاريوس ولا تستطيع القراءة والكتابة يعني إحنا يعني إحنا ودي كافة أن تكون تعليماً وأمياً هو ده الأمية الثقافية هي دي اللي أخطر على المجتمع عشان كده لما النهاردة سيد رئيس أشر لي حاجة مهمة جداً الشائعات اللي مالية الميديا الكلام النهاردة أني إزاي أنا في أزمة اقتصادية وبعمل عصينة إدارية إزاي أنا في أزمة اقتصادية وبقول قناة السويس أعتقد النهاردة كان الكلام واضح جداً في مؤتمر الشباب لما تقال بشكل واضح وصريح أن العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية ما فيش جنيه واحد من موازنة الدولة تم صرفه على العاصمة الإدارية ما فيش جنيه واحد من موازنة الدولة تم صرفه على شبك يعني عايز أقولك أن كل اللي بيتعمل من مشروعات قومية من خارج موازنة الدولة وليه من خارج موازنة الدولة ده العاصمة الإدارية بتدور ربح للدولة يعني عايز أقول لحضرتك الناس اللي شكوكوا في قناة السويس النهاردة لما يطلع الريس ويتكلم ويقولك ان قناة السويس حققت 600 مليون دولار بما يساوي تقريبا 20 مليار يعني 18 مليار مصري في حين اللي اتصرف عليها على الفحت بتاع قناة السويس زي ما قال اللي هو ما ميش قال انه 20 مليار جنيه مصري يعني عايز اقول ان نتيجة وجود الامية دي وجود الامية الثقافية اصبح المجتمع المصري مؤهل لقبول الشاعات بشكل كبير 2000 اشعة في شهر بيطلعوا على سلوكيات الحكومة عشان كده نزود الخصائص السوكالي احنا محتاجين للامانة الاعلام المصري اعلام وطني واعلام شريف ويجب ان لا نشكك في الاعلام المصري اللي بيوصل لكل بيت يعني حضرتك حجم المشاهدة للبرنامج بتاع حضرتك وحضرتك عليه الدور كبير انا بحملك مسئولية وطنية في المرحلة اللي جاية لان بالفعل انت المشاهد بيسمعك وبيسمعك كويس وبيسخ فيك لانك انت بتعبر عن نبضه وبتعبر عن ألامه ومشاكله فانت بتشوف طبعا ان الشاعات دي بتنتقص من حجم الانجازات بكل تأكيد ان فيه أمية ثقافية الناس من تسمعها بكل تأكيد لو احنا محين الأمية الحقيقية والأمية الهيجائية والثقافية يبقى عقول الناس مش هتبقى يعني أرض ان اي افكار متطرفة او اي افكار غلط تدخل جواه وده بداية بناء الإنسان المصري وانا بتكلم بس بنوع في كل القضايا دكتور محمد فؤاد الرئيس مبارح تكلم عن الطلاق وقال ان المجتمع بيدفع فطورة باهزة جدا بسبب الطلاق وقال هنا بدع المجتمع كله انه يناقش هذه القضية لانه كمان للأسف الشديد القضية دي تناقش طيلة السنوات الماضية بمنهج السراع بين الرجل والمر كل طرف